اشتركوا في القناة ولكل عارف انو الوضع الصحي اللي انا كنت مار فيه بالفترة الماضية ما بين علاج وعمليات وإلى ما لا نحية بديش ادخل بالتفصيل ولكن الحمد لله رب العالمين وربنا من علي بانو اعطاني فرصة جديدة للحياة الحمد لله رب العالمين هذا طبعا بفضل الله اولا وبفضل دعائكم ودعاء الاحبة ووقتهم وساندتهم للي بحسب ما بقدروا من دعاء وسؤال ومتابعة يعني شكرا للجميع طبعا التليفون كان مش موجود معي زي ما انا نوهت في اخر حلقة كان احمد بتابع بشوف الرسائل ولكن كنت بوضع صعب جدا ما كان في المجال انه يرد ولا انه يجاوب حد لانه يعني رح يحبط الكل وهو كان في نفسيه برضو صعب شوي ولكن الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين هذا بفضل رب العالمين طبعا رح نرجع لتوقعاتنا ونرجع زي ما كنا ان شاء الله ويعني صفحة جديدة ان شاء الله ورح يصير فيه تغييرات برضو لبعض الامور النشاط اكثر ان شاء الله برضو عشان نعوض اللي راح بالفترة الماضية من حلقات ومعلومات يعني شوية هيكة ممكن شوية حماسة شوية طاقة جديدة يعني الحمد لله خلينا نبدأ في توقعاتنا لهذا اليوم طبعا توقعاتنا لليوم اللي هو الاثنين تلاثة وعشرين ايار مايو هي القمر اليوم موجود في الحوت في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة القمر موجود في هي المنزلة من موعد بث الحلقة لغاية الساعة 11 و19 دقيقة من مساء اليوم الاحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر القمر زي ما حكينا موجود في برج الحوت بما انه موجود في برج الحوت معناته بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزو جانبا بيضرف الدمع بعيد عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي وفي هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا كمية كبيرة من الزوايا او مجموعة كبيرة من الزوايا البطيئة المتشكلة حاليا ما بين الكواكب الكبيرة ولكن معظم هاي الزوايا هي زوايا ايجابية او كل الزوايا المتشكلة بزوايا متصلة هي زوايا ايجابية في زوايا تربيع ولكن تأثيراتها لسه ما دخلت بشكل مباشر اول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية بين الشمس وبين المريخ وهي زاوية طبعا مستمرة لغاية يوم 23.5 اللي هو اليوم اخر يوم لالها هاي الزاوية بتعزز قدراتنا على القيادة وبتشجعنا على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة بالنسبة لزاوية التي تليها زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 22.5 لغاية 25.5 طبعا ذروتها يوم 24.5 دائما عند حدوث اي اتصال بين عطارد والمريخ ايجابي بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقة مع احبائنا بالنسبة لزاوية التي تليها هي زاوية تزديس ايجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي طبعا بدأت تأثيراتها يوم 16.5 ومستمرة في تأثيراتها حتى اليوم اللي هو 23.5 طبعا برضو هاي الزاوية بتعزز الجوانب الاخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الاخرين والتفاهم معهم وهذا الشيء بسهل اقناعهم او بيكونوا شوي بيفتقروا للمرونة في التعامل بتعزز الدائقة الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات اللي الها علاقة بالفن والديكور والتجميل وهي الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس ايجابية بين الزهرة وبين زحل وهي زاوية مناسبة للاستقرار استقرار العلاقات العاطفية وبيضمن هذا برضو اخلاصك او اخلاص المحبين لبعض طبعا هاي زاوية تأثيراتها من يوم 22.5 لى يوم 26.5 اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية برضو بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 25 لى يوم 25.5 بتخلينا شوي هيك نشعر بنوع من انواع الخجل وبكون عنا نوع من انواع يعني انه ممكن نرد على اشخاص اللي بثيرونا او بانتقدونا بشكل حاد شوي يعني بننضط عصابنا اثناء التعامل او اثناء سماعنا لبعض الانتقادات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقريبا الاخيرة لانه في زاوية اليوم ذروتها هي زاوية تفليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم 22.5 لى يوم 31.5 وهي بتزيد من حدة التركيز عنا والنشاط الفكري والحدث والنقد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا ونجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة بالنسبة لأول حدث راح يصير معنا بعد منتصف الليل اللي هو تراجع عطارد عطارد اللي بتراجع له فترة في الجوزاء واللي اخر حلقة كانت تحكي عن تراجع عطارد طبعا اليوم ساعة وحدة و 15 دقيقة صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش اللي هي يعني صباح يوم الاثنين العطارد اللي بتراجع في الجوزاء راح يرجع لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور بتراجع حتى صباح يوم ثلاثة ستة او يعني كنوع من انواع التراجع بعدين بدو يرجع للحركة الامامية ورح يكون حلقة في قصوص لما يرجع للحركة الامامية طبعا خلال هاي الفترة اللي هي فترة التراجع احنا حكينا عنها في الحلقة الماضية ولكن بدنا نعيد بعض اللي هي الاشياء الاساسية انه بالفترة هاي بدنا نتجنب اي خطوة جديدة مهمة او مشروع جديد مهم نمتنع بالفترة هاي يعني انا ما بنصح بالارتباط بهاي الفترة او شراء قطعة ارض او شقة او غير ذلك لان برضو مرتبط هو بالترابيات فالارض والامور هاي الها علاقة في الامور حتى بامور القروض والبورصة واسعار الاسهم والامور المالية هاي برضو بصير فيها نوع من انواع التقلبات وطبعا بالفترة الماضية اه شفتوا اسعار الذهب كيف اختلفت بشكل كثير طبعا وطارت اله دور برضو اله علاقة لسه في مفاجآت كثير في الايام القادمة وخصوصا هو بده يتراجع في الثور والثور معروف انه هو اله علاقة بالبنوك والاموال تحديدا طبعا اكثر المتضررين من تراجع عطارد هاي المرة هم موليد برج الثور بالاضافة الى موليد برج الجوزاء والعذراء اللي دائما لما بتراجع عطارد هدول الاثنين اللي هم الجوزاء والعذراء هم من الاشخاص اللي بيتأثروا بشكل مباشر وصاحب البرج اللي بيتراجع فيه لانه الجوزاء وعطارد كوكبهم الاساسي المتحكم فيهم هم هو كوكب عطارد طبعا ابرز المجالات اللي لازم نحذر منها اكثر من غيرها اثناء تراجع عطارد لانه بيترك علينا زي ما حكينا انه فترة التراجع قبل وبعد بخمس ايام فطبعا هسه لانه بده ينتقل للثور فتأثيرات بتزيد شوي سلبية لحديت خمس ايام قبل وبرضو بعد اللي هو ستة ثلاثة منزيد كمان خمس ايام يعني لغاية 11 من شهر ستة بظل في نوع من انواع الضغوط اللي هي الكبيرة بالنسبة للابراج طبعا وتأثيرها على الابراج كل برج بدنا نحكي بشكل مختصر ايش اهم الاشياء اللي يحذروا منها بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا موليد برج الحمل هذا بيت المال بالنسبة للكم فبتكوا تنتبهوا بشكل جيد على ميزانيتكم من النفقات لانه في الفترة هاي بتتصاعد اكثر من المعتاد وبرضو في نفس اللحظة بصير فيه عندكوا حب للإصراف او المغامرات المالية فبتكوا تنتبهوا وبرضو بتكوا تتجنبوا شراء اي حاجية ثمينة لانه بدها تفقد وعقود وامور زي هيك بتكون دقيقوا بكل التفاصيل ان كنتم مضطررين لعملية الشراء بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما هو عندكو زي ما حكينا انه انتو اكثر المتضررين لانه هسا بديت راجع عندكم وخصوصا موليد العشرية الثالثة بالبداية وبعدين نصف العشرية الثانية برضو رح يشعروا بهذا الضغط بيشعروا بتشتت ذهني وممكن تضيع منهم حاجيات مهمة زي مفتاح سيارة او بطاقة اعتمان او حتى بتركيزهم وعصبيتهم وردات فعلهم طريقة النقاش عندهم بتكون غير منظمة فممكن يخطئوا حتى بالتعبير بالنسبة لموليد برج الجوزاء بدهم يحذروا اثناء تعاملهم مع المؤسسات الكبيرة او الشركات الكبيرة حتى في امور المستشفيات وامور الشركات الشركات الدولية او الشركات اللي بتعملوا فيها لانه برضو هاي بتأثر عليكم بشكل واضح فبتبت انتبهوا وبرضو ما بنصح دخول اماكن مجهولة او اماكن جديدة وانتبهوا اثناء تنقلاتكم ومن ردات الفعل العصري بالنسبة لموليد برج السرطان ادول يعني هذا بيت الاصدقاء فهنا بيجدوا صعوبة في التفاهم مع بعض الاصدقاء وممكن يصير سوء التفاهم او انتقاد او حد او ردات فعل سلبي ما بينكم بدكوا تضبطوا عصابكم من العصبية وممكن تنتهي علاقات بشكل مفاجئ بسبب سوء التفاهم اما بالنسبة لموليد برج الاسد بتتركز صعوباتهم بالمجالات اللي الها علاقة بالعمل والمجالات اللي الها علاقة بعلاقاتهم الفكرية خصوصا مع المسؤولين برضو بتأثر على سمعتهم فبدهم ينتبهوا من اشياء الها علاقة بخلاف مكان العمل او سوء تفاهم او حتى ما يركزوا اثناء اتمام اعمالهم في الشركات او المؤسسات او ممكن يدخل خلاف فكري ما بينهم وبين المسؤولين عنهم في عملهم بالنسبة لموليد برج العدراء بدهم يحذروا في السفر خاصة بين المدن يعني اثناء تنقلاتهم او اثناء سفرهم لبعيد بالطيارة بالسيارة بدهم ينتبهوا يتفقدوا امتعتهم وبرضو ممكن يلتغي سفر لالهم او صير في بعض المشاكل او مشاكل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب عنكم وطبعا برضو الطلاب الجامعيين هدولا او الاكاديميون بمعنى اخر هدولا بدهم يركزوا اذا كان عندهم امتحان او مناقشة او مشروع بدهم يركزوا بشكل جيد ومن الخلافات ما بينهم وبين زملائهم بالدراسة بالنسبة للميزان بدهم يتفحصوا حساباتهم او حساباتهم المالية المشتركة لانه كل الضغط رح يكون على الاموال اللي معك شريك فيها ان كان بنك او دين او قرض او ميراث او من هاي الامور او حتى امور الى علاقة بالضريبة والتعمين فهدولا الامور بدكو تنتبهولها بشكل جيد وبرضو بخلال فترة التراجع ما بنصحكم بالمغامرات المالية ولا تقرضوا حد فلوس او ادينوهم لانه برضو هاي نقطة ضعف بالنسبة لما وليد برج العقرب بيجدوا صعوبة في التفاهم مع شركائهم اللي هم شركاء المال شركاء العاطفة مع الازواج بصير فيه خلاف او صوت فاهم بصير الضغط ممكن حساسية من ردة فعل معينة او خلاف شوي بيكون فيه نوع من انواع الصعوبة وهم اكتر الاشخاص اللي بنحكي لهم في فترة التراجع ما بنصح موليد برج العقرب بالارتباط ان كان بخطبة او زواج اجلوها لبعد انتهاء التراجع بيكون افضل بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا بتتركز صعوباتهم في الامور اللي لها علاقة بالعلاقات الفكرية ما بينهم وبين زملائهم بالعمل او حتى باتمام بعض الاعمال اللي ممكن يكون فيها خلافات او ما تتمم بشكل كامل او حتى ممكن انه شوي هيك يخطئ في ملف معين يعني ما يقدر ينجز كل المطلوب منه فعشان هيك بتركزوا في اعمالكم وعلاقاتكم مع زملائكم وبرضو بتلكوا تنتبهوا على الوضع الصحي وخصوصا تشنجات او امور الها علاقة بالاعصاب بالنسبة لموليد برج الجدي هنا وهدولها طبعا هذا البيت الخامس فهم برضو من الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا مثل العقرب من خطوبة او زواج او امور زي هيك فممكن تأجلوها لبعد انتهاء التراجع وبرضو بالفترة هاي بيجدوا صعوبة في اقناع احباهم وصوصا الاولاد اولادهم بوجهة نظرهم برضو الحظ بيجدوا ضعيف جدا عندهم وممكن شوي الفترة هاي حتى مع احد الوالدين يصير فيه بعض المشادات او الزعل اما بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا بتركز على البيت وعلى العائلة وعلى حتى اللي هي الاجهزة المنزلية فهدول اكثر الناس اللي بواجه صعوبة في اقناع افراد العائلة بأفكارهم وبرضو اعطال بالاجهزة المنزلية اكثر من غيرهم طبعا الكل معرض لهاي الامور ولكن الدلو تحديدا بيصير اكبر اه امور الها علاقة بالبيت بالاتات بالتمديدات بالكهربائيات بشكل مفاجئ هذول اكثر الاشخاص اللي بدهم ينتبهوا اثناء تعاملهم وخصوصا زي ما حكينا مع افراد العائلة اما بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتتركز كل الضغوط على طلاب المدارس او طلاب الثانوي اه بالامتحانات بالفترة هاي ما يعتمدوا على الحظوظ بدهم يركزوا بشكل جيد اه وبرضو اه على امور الها علاقة بالتنقلات اثناء قيادة السيارة بسفريات القصيرة واجهزة التواصل والالكترونيات كمبيوتر او تليفونات اللي هو التواصل والاتصالات والبريد والامور هاي برضو بصير فيها بعض الاعطال وايضا بدهم ينتبهوا اثناء نقاشاتهم لانه سهل استفزازهم وبتكون حساسيتهم عالية جدا بالنسبة للزوايا طبعا حكينا انه في عنا زاويتين اليوم الزاوية الاولى زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين المشتري هي زاوية بطيئة طبعا تأثيراتها من يوم ثمانتاش خمسة ومستمرة تأثيراتها ليوم ثمانية وعشرين خمسة زي ما حكينا ذروتها اليوم الساعة 11 و4 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج وهي زاوية ايجابية جدا بتدفع بحضوذنا بصورة عامة بشكل قوي جدا بالفترة هاي اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سريعة هي طبعا زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهي راح تكون في تمام الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج باستأثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح وبتستمر لمنتصف الليل وهي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعراض اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم القدمان اصابع القدم الغد النخامية والغد الصنوبرية برضو في عنا هرمونين اللي هم دائما نحكي عنهم اللي هو هرمون مسكن للألام وهرمون المساعد على النوم هدولا الهرمونين بصير فيهم بعض المشاكل فعشان هيك بالفترة هاي اللي بصير عنده ألام بشعر فيها أكثر من الحد الطبيعي وبرضو الوسواس بالألام بزيد وبرضو القلق وقلة النوم وحب السهر وشغلات هاي برضو بتزيد بالفترة هاي طبعا بالنسبة لهذا اليوم بما انه اول اشي هو يوصى باجراء عمليات جراحية ضرورية جدا الا انه برضو بنبه انه ممكن بعض الاعراض لانه برضو تأثيرات انتقال المريخ بلشت على الساحة يعني بلشت تأثيراتها ومعروف المريخ بيعمل تأثيرات سلفية فعشان هيك منخل العمليات للعمليات الضرورية جدا برضو لا امور الها علاقة بالتجميل ما والحقن والجراحة والامور هاي هو فعليا فترة مناسبة وزهرة عامل زوايا ايجابية ولكن لانه عطارد بيتراجعه بفترة انتقال اللي هي مرحلة الانتقال من برج لبرج والمريخ برضو اللي بيجهز حاله للانتقال فهدول اتنين بيعملوا نوع من انواع الضغط والحرارة والامور اللي لها علاقة بالدم فعشان هيك منهول انه لو اجلناها كمان اكمن يوم بيكون افضل ولكن يصلح هذا اليوم لا ازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بما ان القمر موجود في برج الحوت معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الثلاثاء 24-5 بيبدأ في تمام الساعة 9 و32 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و38 دقيقة يعني مدة خلو المسار هي تقريبا 6 دقائق لا ينتقل القمر من الحوت للحمل فبالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 23 يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل يعني بيدخل في 23 يوم نسبة الإضاءة طبعا هي تقريبا 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 هي الآن سعيدة بنسبة 30% ولكن في ساعات الصباح تصير سعيدة بنسبة 60% القمر في الحوت حتى يوم 24-5 منتحس الآن بنسبة 10% ولكن من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء سعيد بصير بـ 30% بعدين بساعات المساء برجع منتحس بنسبة 10% عطارد في الثورة بيتراجع زي ما حكينا وطبعا تراجع حكينا لغاية يوم 3-6 هو لأنه بشكل زوايا إيجابية فأعطته سعادة بنسبة 5% ولكن بالضل انتحس للتراجع موجودة الزهرة في الحمل حتى يوم 28-5 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحوت اللي بيجهز حاله للانتقال وبلشت التأثيرات السلبية لإله لأنه بدي ينتقل للحمل وهو أساسا يعتبر بيته فعشان هيك بصير فيه خلل بطاقة المريخ رغم أنه هو سعيد بنسبة 15% إلا أنه تأثيرات السلبية هي اللي بتزيد الحدية والعصبية والانفجارات وحتى الحرائق في هاي الفترة وارتفاع درجة الحرارة في الجو بالنسبة للمشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو اللي بيتراجع في الجديد طبعا تراجعه رح يستمر لغاية 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة للموليد برج الحمل طبعا للأسف الشديد أنه القمر موجود في بيت المتاعب فتعتبر هاي فترة ضاغطة عليكم بتشعروا بالتعب بنال منكم وتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم أولويات للعمل الضروري وحاولوا أن تخلدوا للراحة من وقت لآخر لأنه أنت بالفترة هاي بتكون في أضعف وأقل أيام شهر حظا فأهم مش إنك ما تراهن على الحضوض نهائيا خلال هذا اليوم وحاول إنك بما تحسم أي أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب أهم شي إنك اليوم تتوقع إن يكون في بعض الفوضى أو التأخير أو الخسارة أو التأجيل لبعض الموعيد لا إله برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون ما بينكوا بين أصدقائكم اليوم وبوسعكوا تحقيق أمني بمساعدة أحدهم ممكن صديق أو من خلال مناسبة أو يتوجه لك دعوي مثلا وحاول إنك برضو إذا أنت بحاج لمساعدة بتقدر تطلب المساعدة وبرضو ما تتردد بتقديم المساعدة لزملائك أصدقائك جيرانك أهم شي إنه اليوم ما تبقى وحيد حاول إنك تخرج للقاء الناس وإن وجهت لك دعوة لا تتأخر بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا بتتركز جهودكم نحو العمل وبرضو نحو علاقاتكم بالمسؤولين اليوم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ولكن لا تنسى أنه هذا بيت السمع عشان هيك بتكثر عندك المسؤوليات وبتشعر ببعض الاضطراب في بعض الأوقات وهذا الإشي اللي ممكن يدفعك للإنفعال أو للتحور أو لمخالفة القوانين فعشان هيك بدك تنتبه عشان ما تشوه سمعتك وبرضو ممكن يتعيش خلال هذا اليوم فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية ولكن الامتحان هذا مثل ما بيحكوها يكرم المرء فيها أو يهان فعشان هيك بدك تكون منتبه بشكل جيد أهم شيء أنك ما تكون مهمل الأجواء تقريبا أنا أتوقع أنها رح تكون بصالحك خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا القمر صار في البيت التاسع وهو بيت حليف لإلك وقوي جدا فعشان هيك اليوم تنجحوا باتصالاتكم لبعيدة أو علاقاتكم مع أشخاص في خارج البلاد أو أجانب أو قادمين من السفر أو طلاب جامعيين مع بعض أو ما بينك وبين المعلمين ويعني زي ما حكينا فترة ممتازة للسفر والاتصالات لبعيدة وبترغبوا برضو بالتفاهم مع أحباكم أهم شيء أنك ما ترتجل أي عمل ما تستخف بالواجبات لأن الأضواء بتكون في الفترة هاي مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهاي فترة مهمة جدا على مستويات كثيرة فبدك تستغل كل اللي أنا حكيت عنه برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا اليوم التركيز على الأموال المشتركة فاليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن بتكون تنتبهوا لأن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية وممكن يكون عندكم بعض المراجعات الطبية أو الفحصات أو التركيز على الأمور الصحية لكم أو لأحباكم فبتكون تحذروا برضو إهمال نقاط إدارية أو قانونية لأنه اليوم أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة تعالج الأمور هاي أو راجع أو استشير ممكن تتعالج أمور العلاقة بإرث أو أمور مالية أو بنكية أو قروض ولكن ما تتعجل في اتخاذ قراراتك ممكن تنشغل بتخليص معاملات رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر برج العذرة بالنسبة لما أوليد برج العذرة طبعا القمر صار مقابلكم تماما وهذا الشيء زي ما حكينا دائما بيسحب من الطاقة فبيخلي الجو متقلب أول شيء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم معلقاتكم بشركاء المال والعاطفة يعني زي شركاء العامة المعروفة والعاطفة اللي هم الأزواج أو اللي في عقود زوجية ما بينكم أو حتى كلام والخطوبات الموثقة فهي بدكوا تنتبهوا من سوء التفاهم ما بينكم وبينهم وهذه الفترة شوي بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة اللي ممكن تتعرض بعض موليد الحذرة وخصوصا مع تراجع عطارد لبعض المواجهات اللي إلها علاقة بالمواجهات القانونية أو العاطفية فعشان هيك خصمك بهاي الفترة بكون قوي جدا فحاول قدر الإمكان أنك ما تدخل بأي خلافات أو مواجهات في هاي الفترة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر في البيت السادس اللي إلو علاقة بالعمل والصحة فاليوم تجدوا أن العمل بتراكم عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا يوم مناسب لأمور إلها علاقة بدك تسجل في نادي بدك تمشي تتحرك ممتازة لهاي الأمور ولكن ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط وخصوصا ضغوط العمل وعلاقاتك بمكان العمل ما بين زملاء وما بين مراجعين برضو اليوم ما تأجل عملك وما تضيع الوقت رعي ظروفك الصحية أطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة هذه فترة مهمة جدا أنه تهتم بعملك أو برضو بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب بتجتازه بصورة عام يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وبرضو بوسعكم ممارسة نشاط فني هذا يوم بعطي طاقة عالية جدا وهو البيت الخامس لإلكم إلا الأمور اللي إلها علاقة بالهوايات الأمور الفنية علاقاتكم بالأحبة علاقاتكم بالأبناء كلها هاي قوية فعشان هيك حاول إنك تصحبك كيرو تنطلق عشان تحصد من هذا اليوم وحضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل ممكن شوي يكون هيك بعض الأمور اللي إلها علاقة بهواي أو مشاريع جديدة أو تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة بالنسبة لإلك يعني بمعنى آخر الحض لجنبا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الرابع لإلكم وهنا طبعا بيركز على العائلة وعلى البيت فبوسعكم ودخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء التفادي للأزمات اليوم ممكن تبدل رأيك حول أمر إلو علاقة بالأمور العائلية أو مستجد عائلية أو حدث معين إلو علاقة بالبيت فبدك تضبط أعصابك وتكون حكيم في إدارة الموقف يعني فيه نوع من أنواع الطاقة اللي بتساعدك على إنه تكرر بعض المحاولات إما كانت تراجع عن قرار معين أو نقاش معين إلو علاقة بالبيت أو بالعائلة وبرضو شوي بتجد أنه اليوم نسبة الحضوض شوي أعلى من الأيام العادية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للقيام بنزهة بسفرة قصيرة برحلة مثلا ممكن تعززوا العلاقة ما بينكو بين أخ أو جار نقاش خلاف أو مساعدة حتى فهذا اليوم مناسب لهذه الأمور وهذه فترة مناسب لتقديم الامتحانات ولكن لأنه عطارد بيتراجع منه لك ما تعتمد كثير على الحضوض بدك تدرس بشكل جيد برضو يوم مناسب للمشاركة في المؤتمرات والندوات وممكن تنجح في طرح موضوع حساس أو تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب هو يوم إيجابي هذا لصالحك اليوم ولكن زي ما حكينا بعض الأمور بدك تنتبه لغيات السيارة وبرضو في نفس اللحظة إذا كان عندك امتحان بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التركيز كله رح يكون على الوضع المالي أو أغلبه رح يكون على الوضع المالي فاليوم في بعض موليد برج الدلو ممكن يحصلوا على مبالغ مالية أو يدخلوا تحسين على ميزانيتهم ولكن في مصاريف عائلية أكيد يعني بالنسبة لكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة أو على دعم معين وممكن اليوم تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما ابتستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك ممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقع لإلها علاقة زي ما حكنا بالبيت والعائلة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر اليوم استقر عندكم فبتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المرقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة وممكن هاي الخطوة تعود عليكم بالنفع أو ممكن تعززوا مع نوياتكم من جديد اليوم وتتحمسوا للمبادرة لا إدخال تعديل على حياتكم وهاي تعتبر بداية فترة حافلة بالنشاطات يعني اليوم اتوقع أنه يكون فيه مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر برضو يعني الأمور العائلية ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تربكك ولكن حاول أنك تتوازن شوي وتتزن في طريقة التعامل معها ما تسمح لها أنها تأثر عليك بشكل كبير هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم طبعاً زي كل مرة في النهاية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنك أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء